أهلاً ومرحباً بكم معاكم مهندسة علي الناصر خبير سولدوركس معتمد الفيديو ده التمرين معنا عبارة عن هولدر هولدر بيتحط في الحمام أو حامل بيتحط عليه أدوات الحلاقة والصابون وخلافه التمرين ده رقم 70 هنستفيد فيه ايه؟ هنستخدم الـ Advanced Modeling و 3D Sketch ونشتغل بأسلوب المالتباضي طيب خلينا بقى نشوف ممكن نرسم الموديل ده ازاي؟ هبدأ أخش على بيرنامج سولدوركس هدوس New Document Part أنا كنت أخذ copy للصورة بتاعة الحامل عشان تعرق يعني التابع اللي أنا بعمله فأعمل لها بست هنا دي شكل الحامل ممكن نبدأ ازاي؟ ايه أصل حاجة؟ أصل حاجة الاتنين المشقبيتين الخلفيين دول ممكن نرسمهم على طول لو جيتها الفرونت مثلا وبدأ ترسمها يعني ممكن أعمل سلوت وأسم يعني أمسح النص القوز بتاعه أو أرسم line وقوز و line تاني تعني ندي شوية relations نقطة دي للنقطة دي horizontal والبعد من هنا لغاية هنا طبعا بتدوس shift عشان تاخد البعد الخارجي ده 350 والبعد من هنا الكتر الداخلي ده أنا كنت ايسه في الحقيقة 70 ميلي طبعا بتقيس بأداة القياس مثلا ممكن بالبوكليز في فيديو أو في بليلست عملنا عن أدوات القياس ممكن ترجع لها هتلاقي فيها شرح لي إزاي بتستخدم البوكليز أو الأدمة ذات الورانية في القياس طيب خلينا نعمل sketch واحد وبعد كده نبقى نعمل mirror للbody التاني يعني هاخرج من sketch ممكن نروح على features واختار sweep الجزء ده الكتر بتاعه هو 4 ميلي فأنا هاختار circle profile مش محتاجة اسم الprofile لأن البروفيل دائري هخليه 4 ميلي وهدوس أوكي فهيعمل لي شكل بالمنظر ده تمام خلينا نلون البرت بتاعنا كله ويبقى لونه اسود بالمنظر ده كده تمام بعد كده ممكن نعمل mirror للجزء ده فهحتاج plan مناسب يعني أنا عندي هنا right ممكن نحركه بمسافة يعني ناخد منه copy ويبدأ عنده بمسافة ناحية التانية طيب هنبعد قد ايه خلينا نقول 200 ميلي مثلا موقس 70 يعني نمكن نقول 130 خليها 150 وندوس أوكي هبدأ اعمل ميرور للبادي ده حوالين البلان دوت تمام وادوس أوكي هتأكد بس انه هو اختار البلان المنسب وي البادي ده تمام كده بعد كده هنبدأ نرسم يعني لو خدت بالك الليفل الاولاني دوت هو نفس الليفل الفوق او زي الطابق الفوق طابق الفوق زي الطابق الاولاني فممكن نرسم واحد وبعد كده نعمل ميرور مثلا او نعمل better فخلينا نرسم الطابق السوفلي طابق السوفلي يعني ممكن نرسمه بسهولة لو دخلنا مثلا على 3D sketch ونبدأ ولياكن من الاتجاه دوت فخلينا ناخد بلان جوه 3D sketch البلان بتاعي ده هيكون موازي نخليه موازي المين نخليه موازي للبلان دوت ويبدأ عنده بمسافة المسافة تعالى نقول مثلا احنا كده بس محفظنوش على الابعاد الربعمية كده هتزيد شوية عن الربعمية هنخليها 240 ونرسم هنا على البلان ده نقف عمودي لو عايزين نحافظ على الابعاد الربعمية هنقلل شوية المسافة بين البلان ده والبادي دوت بس هي مش مشكلة احنا بس اهم حاجة هننعمل الموديل بعد كده هتزبط الابعاد بتاعتك زي ما انت عايز طيب انا هاجي على البلان ده وهرسم المسافة دوت انا في سريد sketch خبلك طيب خلينا نعمل حاجة في المنظر ده ده المسافة بتاع الجزء الطابق الصفلي فيه لين تاني هنخلي الاتنين لينز دول ماشيين مع بعض تعالي ندي وليكن من هنا لغاية اتنين ميلي عشان نبقى جاية على مقدمة المصورة ديت ومن هنا لغاية هنا لغاية القاعة نخليها خمسة ميلي مثلا طيب هنصبط بيت الابعاد اللاين ده نخليه دعا نخليه مثلا مية وستين ميلي والكتر دوت هنخليه سبعين تمام كده طيب انا رسمت حاجة زي ديت انا كنت اخد بلان لو اخدت بالك نخرج ببرا البلان هنا كل حاجة كنت رسمها على البلان ده تمام فابدوس كليك كده بره واخرق بره البلان هنبدأ نكمل بقية الشكل فممكن اخد لاين اللاين بتاعي لازم يكون على المستوى بتاع اكس و واي فممكن تغير من التاب في الكيبورد او بس كده على مستوى اكس و واي Article نعم لين تاني هنخلي الاثنين Lock vertical along وممكن نخلي النقطة دي مع البلان ده shift ونبدأ نعمل mirror بس خلينا نعمل فيلتس في الأركان ديت هو هنا في قوس فممكن ناخد فيلتس 10 ملي تمام وهدس اوكي هابدأ اعمل mirror sketch وحنا مدناش بعض لقوس ده خلينا ناديله بعض عشان يبقى بتاعي هنختار كل ده نعمل هو عكس مش عايزه حوالين خلينا نفتح الأول mirror ونختار كل ده البلان اللي انا عايزه يعمل حوالين mirror هو ده كده تمام ودوس اوكي خلاص كده عملنا الشكل الاساسي بتاع الطابق الصفلي نخرج بره للسكتش 3D هنخفل بالعنز ديت هايد خلينا نخفل ده كمان اه خفل السكتش تمام طيب هنخش على sweep برضو و circle profile وهخلي كطر 4 ملي هو كطر السياخ كلها الرئيسية 4 ملي نختار الاسكتش ده تمام كده هو ما فيش تداخل اه هنا فيه تداخل فمحتاجين نحرك ده شوي ندوس اوكي اما حاجة مايبقاش فيه ميرج لان احنا هنلحم الباديز مع بعض فهشيل الميرج وادوس اوكي انا محتاج بس احرك الليفل ده شوي عشان مايبقاش فيه تداخل يعني هيتحرك اتنين ملي فهنروح على direct editing واختار move و copy هنحركوا في اتجاه الزي اتنين ملي كده جاي تانش انت لأ محتاج بس تعديل تعال نرجع تاني اه احنا واخدين copy نشيل copy اتنين ملي احنا عايزين نعمل move بس مش copy كده تمام كده ظبط اهو بقى جاي tangent ناخفر ال sketch ده هنبدأ نعمل بقى الاسياخ اللي في النص اللي في نص الشي اكل ده فخلينا نعمل نبدأ هنا مثلا على المسورة ديت فممكن ناخد plan plan بتاعها هيبقى موازي لل top وهيبقى tangent مع السطح ده هو هنا خلاه برابن دوكلر فنخليه برابن لم يعمل يبقى انا كده خدت plan فوق المسورة ديت وادوس ok وهبدأ ارسم اول سيخ هنقف عمودي وناخد sketch وياخد line line بتاعي هيبقى اينا مثلا على بداية القوز ده خليم خلي display style hidden line عشان تعرف تشوف ها واخلي horizontal تمام ده كده line اخرج من sketch sketch ظهر display style solid عادي او with shaded اللي هو shaded with edges طيب خلينا نعمل sweep تاني circle profile هنخليه 3 ملي السيخ ده يبقى صغر من الاساسي هشيل الميرج هو طبعا يبقى فيه تداخل بس هنعمله move هنحركه اخش على direct editing و move copy هقوله ده اشيل copy عشان ما نتلغبط زي المرة اللي فاتت وهنتحرك واحد ونص في اتجاه و نظبوط كده طيب بعد كده عايزين نعمل ممكن ناخد copy من دوت ونخليه فوق السطح ده فخلاني ناخد move copy تاني ال body ده copy طيب هنطلع قد ايه مفروض ان الكتر ده كله سبعين هنقل سبعين مثلا مثلا كده زبط اه طلع فوق هتتلاحم دي طبعا بعد كده هعمل شوية اقواص في ما بين السخين دول فخلينا نيجي مثلا على plan مناسب كان في plan احنا اخدناه في المص عشان نعمل mirror يعني لو جينا على plan ده ويفنا عمودي خدنا sketch خلينا نعمل القوص بتاعنا ممكن نخلي center نفس center طيب هنخلي بالمنظر ده و ندي tangent او ممكن نخلي النقطة دي مع النقطة ديت طبعا انا عايز من فوق النقطة ديت والنقطة دي ممكن نزبط التلات نقطة دي خلي النقطة دي shift مع النقطة ديت vertical دي هخليها فوق كده بالمنظر ده تمام وهنا برضو طيب انا عايز اعمل offset لان لو انا عملت sweep المنظر ده هيبقى في تدخل فعايز offset من المصار فخلينا نعمل offset الoffset بتاعك هيبقى قيمته واحد ونص لان انا اخد الكتر كله تلاتة عشان نعملها تاني offset الناحة تانية هدوس base جومتري عشان يخليلي تشاكل الجومتري الاصلي يخليه center line او construction line وادوس اوكي طيب هنبدأ نعمل sweep هخش على features sweep وهنشيل merge طبعا انا مش عايز merge وهشتغل circle profile والprofile بتاعها هيبقى كتر و3 ملي كده جاي tangent او بالمنظر ده بتاع نحرك بس الصورة كده عشان تبقى شايف اه طيب عشان نريح الراجل يلحم نمد الفيس ده شوية فممكن نمده ازاي لو دخلت على direct editing of face اختار الفيس ده خليها واحد ملي مسلا و الفيس ده تمام كده هيجي tangent يبدأ يلحم بقى هنا و يلحم فوق عايزين نعمل تكرار لي القوس ده هنعمل له تكرار ازاي ممكن circle linear pattern عادي بس طبعا هتعمل linear pattern bodies فهجينا اول حاجة اختار الbody اللي انا عايز اكرره اللي هو ده هكذا فهنختار محتاج اتجاه فممكن اختار x النشرة الx مثلا وقوله اتجاه الdirection الاولاني هو الx ده و نقرر كام واحد نخلي 20 كده enough يعني 12 كويس نخلي على الاتجاه التاني ممكن اختار اي x تاني ما تختار نفس الx برضو هخلي المسافة 20 ونخلي 12 وادوس اوكي او بس بيقولك اللي انت قررت في التجاهين تمام كده يبقى احنا عملنا الشكل ده محتاج بس اعمل شوية اسياخ داخلية فممكن نقرر السيخ ده خلينا نختار برضو linear or better هو اقوله direction هو ال x ده وbody البادي بتاعي هو البادي ده نحة التانية طبعا اقل شوية يعني تمانية كويس هم تمانية في الحقيقة وندوس اوكي طيب محتاجين نقوي بس السيخ ده يعني القعدة بتاعة السيخ اللي في النص فممكن نيجي هنا نعمل السيخين في النص كده فخلينا نشوف المستوى اللي هيبقى مناسب المستوى المناسب يعني لو جينا اخدنا plan جديد وقلنا موازي للطب ويبقى تانجينت مع العمود ده بس خليه parallel مش بريبن دوكلر تمام كده وادوس اوكي هبدأ اعمل line فممكن يجي نقف عمودي واخد sketch خلينا نعمل line كده في اي مكان وبعد كده نزبط ال ابعيد لو انا مسلا من اول هنا لغايت هنا تمام يعني او بعد وكده من نزبط اين مش خليه هنا نصلا هخرج من sketch و هستخدم sweep هنقل ثلاثة ملي circle profile طبعا وشيل 3 ملي طبعا هو كده فيه تدخل بس هنعمل تحريك عشان نخرج الموضوع اللي احنا بنعمله ده كله كان ممكن نعمله بال ويلدمنت بس هتختار profile يكون solid يعني ممكن تشتعل عادي بال ويلدمنت ما فيش مشاكل هنحرك ده شوية move هشيل copy انا عايز بعمله فهنحرك بقى في اتجاه اشوف coordinate system كده هيبقى في اتجاه y negative y فهنحرك واحد ناقص واحد ونص تمام كده هيبقى get tangent وينك هتتلحم الحتة ده ممكن نعمل copy للمصورة الاخيرة ديت فهنشوف plan مناسب هيكون هو plan 1 اخش على mirror وطبعا نتعمل mirror body body ده كده تمام زي fall ندوس اوكي كده تعريبا خلصنا يعني اذا نبدأ نعمل الطابق التاني الطابق التاني هيبقى copy من طابق دوت فممكن نعمله ازاي ممكن نعمله move copy خليها بس تعمل copy وتخش على solid bodies عندنا bodies كتير هنختار من اول body ده مغاية الاخر اول حاجة واخر حاجة مغاية مغاية يلقط ال 158 body دول اصبر عليه مغاية 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 ندوس 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 خلاص كده خلصنا الحامل بتاعنا يبدأ بقى الراجل يلحم الأجزاء ديت ويدق مصمورين في الحيطة ويتعلقها تمام اتمنى يكون الفيديو مفيد وما تنسوش تعملوا subscribe ل اشتركوا في القناة